موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ظهرت الحاجة مع انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء وجائحة إلى جيوش غير تقليدية إضافة إلى القوات الأمنية التي كانت في المواجهة دائما فظهرت جيش الأبيض وفرق الجنود المجهولون الذين يوصلون الإرشادات الصحية إلى المواطن ولكن التساؤل الذي يطرح هنا كيف يتمكن منتسب قواتنا الأمنية من إنجاز مهماتهم القتالية أو الإنسانية وفي الوقت نفسه يحافظون على التباعد الاجتماعي فيما بينهم من أجل سلامة الجميع ومن جانب آخر هل يحقق التباعد الاجتماعي اليوم دورا فاعلا في الوقاية في ظل تحول الفيروس وتطوره ليكون أشد فتكا وأكثر شراسة وأسرع في العدوى وهل ثمت مقارنة بين الالتزام بالإرشادات الصحية وبين اللقاح وهل يمكن أن يكون اللقاح واقيا أكيدا وهو لم يكمل دورته الطبيعية في الاختبارات كل هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في برنامج وعيكم مع ضيوفي داخل الاستوديو سيادة اللواء خالد المحنى المتحدث باسم وزارة الداخلية نورتنا في برنامج وعيكم أهلا وسهلا والدكتور منهل الرديني عضو الفريق الطبي في وزارة الصحة نورتنا في برنامج وعيكم أهلا وسهلا إذن مشاهدين خليكم ويانا لكن بعد مشاهدة هذا التقرير بعد أن تنفست الصعداء وتضاءلت نسب المصابين الوافدين إليها بدأ الخوف يطرق أبواب هذه المؤسسات الصحية بعدما سجلت المستجدات الوبائية نسبة إصابات فاقت التوقعات الأمر الذي دعا الوزارة لإطلاق تحذيراتها نحذر بشكل كبير من زيادة كبيرة بعدد الإصابات بالعراق وزيادة بعدد الوفيات وزيادة بعدد الحالات الحرجة والشديدة سنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يقوم بهذه التجمعات استنادا إلى قانون الصحة العامة ومن خلال القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية وكذلك ندعو وزارات التعليم العالي والتربية إلى الالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية من حيث التعليم الإلكتروني والالتزام بيوم واحد دوام بالنسبة للمدارس الأهلية والحكومية مؤتمر سبقته تحذيرات ورافقته حملات على المناطق والمحلات أظهرت عدم الكزام وإهمال للوقاية نحن لا نريد نرجع بالموضوع بالاتجاه الثاني حقيقة هذا سيسبب أنه مشكلة ويسبب تفاقم الموضوع وقد ندخل في الموجة الثانية التي لا تحمد عقباها لبس الكمامة يكاد يكون معدوما التباعد الاجتماعي غير مطبق وهذا انعكس على زيادة تدريجية مؤخرا بالإصابات بعد أن حققنا معجزة في استيعاب الحالات من كانت آلاف وصلنا إلى مستويات شفاء قياسية مستويات وفيات منخفضة قياسية لكن مع شديد الأسف قد نكون في بداية جائحة جديدة الوزارة حذرت بشدة من الإقبال على موجة جديدة لارتفاع الإصابات ما لم تتوقف مظاهر التجمعات والتحشد في المناسبات ودعت رجال الدين والعشائر والفعاليات الاجتماعية لأخذ دورها التوعوي وحذرت المخالفين من إجراءات قانونية تحذيرات لم تنتهي منذ بدء الجائحة وتكهنات ظلت تتزايد كل مزداد إهمال المواطن لإجراءات السلامة والوقايا فعادت وزارة الصحة لإطلاق بياناتها التي فتحت فيها الأبواب على كل الإحتمالات من بغداد منشد الأسدي العراقية الإخبارية لصابات زادة هواية لازم نلتزم بالوقاية الوقاية أسلم حل إلك وإلي حتى الحياة ما تتوقف مرة ثانية شنلبيدنا نلتزم بالتعليمات بالكمامة والتباعد والتعقيم نرجحها صفر من جديد نسأل بكم مشاهدينا الكرام وراء أخرى أجدد بضيوف الترحيب بضيوف الكرام نورتونا في برنامج وعيكم بداية رح تكون بداية الحوار مع سيادة اللواء ما هي المهمات الجديدة التي أضيفت إلى القوات المسلحة في ظل هذه الجائحة؟ نعم تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم وإلى جمهورنا العزيز أهلا وسهلا هو الحقيقة فيما يتعلق بجائحة كورونا وزارة الداخلية تتخذ جملة من الإجراءات وفق إطارين الإطار الأول طبعا تنفيذ توصيات مقررات خلية الصحة والسلامة الوطنية التي يرأسها السيد رئيس الوزراء نعم وعادة ما تكون هناك إجراءات تصدر من هذه اللجنة وتتفاعل معها وزارة الداخلية بشكل إيجابي والفترة الماضية شهدنا كثير من الإجراءات التي اتخذت سواء على مستوى الحضر الجزئي أو الكلي أو الحد من التجمعات البشرية وغيرها والإطار الثاني التي تعمل علي وزارة الداخلية هو تنفيذ الإجراءات الصحة والسلامة من خلال دوائرها الخاصة بها مقراتها هناك جملة إجراءات ارتداء الكمامة والقضايا التي أصبحت معروفة إذن هنا نقطة الأساس نركز على التعاون بينكم وبين الجهات الصحية نعم وبنفس الوقت ما يتعلق في الدوائر أو المديريات التي إلها علاقة مباشرة بالجمهور كدوائر الجنسية ودوائر المرور وغيرها من هذه الدوائر هناك أيضا جملة من الإجراءات التي وضعتها وزارة الداخلية منها تحديد عدد المراجعين يعني اليوم ممثل قبل الأمر ينترك مئات المراجعين يأتون مرة واحدة لا التقديم يكون ألكتروني ويحدد عدد الأشخاص وهو في ظل هذه الجائحة تم تفكيلها بشكل كبير بالضبط وبنفس الوقت تراعى بها قضية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها من هذه الجوانب أيضا تعمل وزارة الداخلية في موضوع حملات التعفير الكبرى يعني إحنا أسهمت بها بشكل كبير نعم إحنا في الفترة الماضية يعني الحمد لله يعني صرنا قريبين على الانتهاء من هذا الوباء وقلت المعادلات بشكل كبير جدا لكن الآن يحتاج أيضا أن تضافر الجهود مرة ثانية يعني جميع قوى المجتمع مؤسسات الدولة حتى المواطن اليوم من الضروري أن يكون التزام أكثر من قبل لأنه إحنا في بداية الجائحة وهناك تحذيرات نأخذها على محمل الجد من قبل وزارة الصحة ولذلك يجب أن نتهيئ وبنفس الوقت أن نحث مواطنين الكرام على الالتزام بمبادئ الصحة والسلامة نعم خليني أيضا أنتقل إلى الدكتور منهل كيف يساعد التباعد الاجتماعي في الحفاظ على صحة الإنسان وبالتالي يأخذ الإنسان على عاتقه التباعد الجسدي أيضا هل هو كاف لإيقاف انتشار فيروس كورونا؟ بالبداية مساء الخير نورتنا أنه وسلم وتحية لضيفك الكريم وكل متابعين قناة العراقية نحن عندنا في بداية الأمر عندنا مثل سميه مثلث نعم وهو المثلث التباعد الجسدي التعقيم وارتداء الكمامة هذه ثلاث نقاط إذا حققناها ممكن حنخفف من الانتقال العدوى الفيروس كيفية انتقاله عن طريق انتقاله بالرذاذ والتقارب والتلامس نعم إذا حققنا ارتداء الكمامة وحققنا التباعد الجسدي والتعقيم نسبة الإصابة ستكون معدومة أو 1% يعني سيقلل من نسبة انتشار المرض نعم وأن انتشار أو إصابة العدوى ستكون إصابة طفيفة أو بدون أعراض ممكن السيطرة عليها ممكن السيطرة عليها فلذلك دائما نؤكد على التباعد الجسدي على ارتداء الكمامة جدا جدا مهم وسبق وأن بينا عدة مرات بأن الكمامة تعمل عمل اللقاح بأنه أكو اختبارات بأنه شخصا مرتدين كمامة كانت الإصابة طفيفة وبنفس الوقت خلقت أجسام مضادة نعم فمن الضرورة جدا نرجع على المثلث وهو التباعد الجسدي وارتداء الكمامة والتعقيم عندما لمست أي سطح أو عندنا حتى حذرنا بأنه عدم المصافحة في ظل هذه الأزمة وفي ظل انتشار الوباء لكن المواطن ما ملتزم بالشكل الكبير بهذه الإجراءات في الحقيقة وزارة الصحة كانت ولا زالت تحذر وتحث المواطن على الالتزام بالوقاية لأنه ممكن إحنا مستوعبين حجم الخطر ممكن المواطن تناسوا موضوع الوباء لكن في الحقيقة لا زالت تحصد أرواح الناس على مستوى العالم وليس فقط في العراق نعم طيب سيادة اللواء كيف يمكن أن تكون المؤسسة الأمنية مؤسسة غير خاضة على التوصيب بمعنى آخر في حالة الكوارث الطبيعية ينتقل هذا عملها إلى عمل إنقاذي مدني بالدرجة الأساس أكيد نحن في وزارة الداخلية لدينا جهات أو مديريات متخصصة في مجال الكوارث يعني في مديرية الدفاع المدني هناك فرق متخصصة بجوانب كثيرة جدا يعني خبراء فنيين وهكذا كثير من الدوائر لديها مختصين قبل فترة كانت يعني بشيء يذكر في مديرية مكافحة المتفجرات خبراء متخصصين في مجال الألغام البحرية وهي مو عمل اللغم البحري مو عمل الشرطة لكن عندنا خبراء متخصصين ودخلوا دورات في فرنسا وغيرها وفعلا الحادث اللي حصل قبل فترة تمكنوا بنجاح من فك هذا اللغم وإبعاده لذلك يعني موضوع الكوارث لدينا خبراء متخصصين في كافة المجالات قسم منها التلوث الكيميائي الحرب البيولوجية كثير من الجوانب لذلك الفترة الماضية شهدت حملات جدا كبيرة للتعفير المناطق من قبل الفرق المتخصصة بهذا المجال من قبل الدفاع المدني وأيضا كانت هناك حملات لبقية تشكيلات الوزارة ممكن أن تعاد هذه الحملات مرة أخرى نتجد ارتفاع الإصابات الآن؟ مؤكدا الآن يعني وزارة الداخلية تدرس عملية إعادة هذه الحملات تعفير المناطق العامة الأماكن اللي يرتادها المواطنين تجديد الإجراءات أكثر في ما يتعلق بمراجعات المواطنين إلى دوائر وزارة الداخلية وأيضا الدوائر التدريبية الدورات القضايا التطويرية الكليات الشرطة أيضا راح يكون هناك تحديد ويعني إذن أكو خطط اللان مجهزة لهذا الموضوع تأكيد نعم دكتور منهل بعض المواطنين لديهم مناعة ضعيفة ولا يستطيعون أخذ اللقاح بالتالي كيف ممكن أن يتعاملون مع هذه الحالة؟ سؤال جاية طبعا بالحقيقة هو اللقاح عمله يكون أجسام مضادة عن طريق نقل جزء من فيروس يكون ميت ونقلها الجسم المناعة ما حتكون لها تأثير ممكن أن يكون نصح التعبير تحسس تحسس هذا يمكن نلقيه عدفة 15% نعم يكون متحسس عد أي لقاح أو من بعض الأدوية إحنا إذا نرجع موضوع التطعيم أو التطعيم نسمي المجتمعي نعم إحنا إذا وصلنا إلى 65% إلى 70% ممكن حنساعد على احتواء الفيروس فإذا عدنا 15% عدهم تحسس أو عدهم بعض الأمراض أو تحسس من بعض الأدوية ممكن حنسيطر على الموضوع يعني هذا ما يأثر على ضعف المناعة؟ ضعف المناعة ما يأثر عليه لأنه بالأصل نحن ناخذ فالجزء من الفيروس هذا الجزء من الفيروس خضاء لعدة تجارب لعدة الدراسات يلا أخذ بنظر الاحتبار يلا سجل في أعلى مستوى العالم وصادقة عليه الشركات العالمية ونقلته إلى جسم الإنسان حيكون أجساء مضادة لمعرفة الفيروس والقضاء عليه في حالة تمت الإصابة نعم إذن اسمحوا لي نكمل مشوارنا في برنامج وعيكم لكن خلينا ناخذ فاصل قصير ومثم ونعود من أجل حمايتك وحماية الآخرين اتبع التعليمات الوقائية واقطع الطريق على تفشي المرض الطواقم الطبية في الخط الأول لصد كورونا فتعاون معها وقدر جهادهم هذا احرص على سلامتك وسلامة الآخرين وأنت في محال التسوق فالوقاية واجب الجميع تعقيم يديك قبل الدخول إلى محل التسوق حاول أن تبقى على مسافة من المتبضعين وكذا الموظفون في نهاية عملية التسوق إبعاد الأيدي عن الفم والأنف والعينين بعد أي تعامل مع العملات الورقية باتباعك الإرشادات والتوصيات تسهم بأمن مدينتك والقضاء على العدوى والوباء من جديد أهلا وسلم بكم مشاهدين الكرام أعود مرة أخرى إلى سيادة اللواء ربما الكل يتساءل كيف يمكن أن يحافظ الشرطي أو الجندي في قواتنا المسلحة على الإرشادات الصحية وهو مأمور من جهة وتنتظر مهمات قتالية من جهة أخرى صحيح يعني رغم هناك صعوبة في هذا المجال خاصة بالنسبة للدوائر التي تطلب يعني مواجهة مستمرة أو متابعة مستمرة أو اتصال مستمر مع الجمهور هذا الموضوع هنا يكون أكثر خطورة بالنسبة للمنتسب وبالنسبة للمجتمع بشكل العام لذلك الإجراءات هنا تكون ضرورية جدا وإحنا الحقيقة لما نتكلم عن إجراءات الوقاية بالنسبة للمواطن يعني أعتقد أنه موضوع التعقيم في سيارته وفي بيته يعني مو مفد موضوع صعب أو ارتداء الكمامة إحنا نتكلم عن أشياء وإجراءات بسيطة هذه الإجراءات البسيطة تجنبك أنت وعائلتك لما أنت تجي من خارج البيت وتدخل إلى عائلتك لازم تكون يعني مطمئن لأن لا تكون سبب في نقل العدوى إلى عائلتك لذلك هذا الموضوع يجب أن يكون جزء من ثقافة المجتمع ثقافة المواطن العراقي يعني ذا من خاف على النفسك اللي خاف على والده والدته أبنائه زوجته أخته أخوه وهكذا يعني مو صعبة لهذه الإجراءات وفي الفيلم الدعاء الذي خرج قبل قليل يعني مقوله لطيفة أنه هاي الإجراءات البسيطة ممكن تجنبك إجراءات قاسية قد تتخذها خلية الأزمة أنا دائما أقول أنه هو عدو مجهول يعني البعض أنه ينصاب بهذه الإصابة ويطلع منها سالم البعض يتعرض لها بشكل غير متوقع ويأدي بحياته إلى الوفاة البعض طبعا يعتقد أنه هو انصاب بعد ما يصاب مرة ثانية ولذلك ترك موضوع التباعد وهذا الاعتقاد الموجود أي التباعد وكذا بينما الآن تقارير منظمة الصحة العالمية والتحذيرات التي تطلقها وزارة الصحة العراقية أنه الوباء من الممكن أن يأتي للشخص مرة ثانية وهذا يعني مثبت علميا لذلك نحن نهيب بالأخوة المواطنين حتى اللي أصيب مرة ممكن يصاب بشكل أكثر حدة المرة ثانية يكون عليها لذلك هذه المرة علينا أن نلتزم وأن نجنب نفسنا ويلات هذا الوباء من جهة ونجنب نفسنا الإجراءات القاسية دعنا نتكلم بصراحة الإجراءات التي حضرت تجوال الكلي والجزئي أثرت كثيرا على شعبنا خصوصا على المواطن الفقي من ناحية الاقتصادية من ناحية النفسية حتى على المواطن المقتدر يعني مكوثة فترات طويلة بالبيت خلقتنا أزمات وكوارث عائلية صحيح أنت معرف بيها مشاكل كبيرة اجتماعية طيب هذا من خلال كلام سيادة اللواء أسئلك دكتور منهل هناك تحول خطير في الفيروس كيف يمكن تجنبه اجتماعيا في حين أن المواطن لحد هذه اللحظة البعض منهم لم يلتزم بالإرشادات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للسلامة حقيقة هناك نقطة جدا مهمة بس نحكي على موضوع السلالة موضوع الطفرات احنا قلنا عدة مرات حذرنا عن طريق بيانات وزارة الصحة ظهور السلالة الجديدة هو أمر وارد وظهور طفرة جينية أمر وارد تغير في الخارطات هم أمر وارد ممكن يصير فد ازدياد بالعدد الشوكيات التي تكون على الجدار الفيروس زيادة وهي هذا سبب أو دخولها أو مفتاح دخولها لخلايا الإنسان موضوع جدا مهم نحب النوح عليه الطفرات هي يصير أكثر بالأعمار الستين والسبعين ستكون لديهم مناعة جدا ضعيفة سيكون الفيروس فد تكون بيئة مناسبة أو أرض خاصبة للتحور أيضا للأطفال للسلالة الجديدة أكثر عرضة كانت أكثر عرضة لسبب الانتشار طبعا هو هم هذا موضوع الإجراءات الوقائية أنا أشوف العالم مجغولين بسلالة جديدة تبكيرهم صح سواء سلالة جديدة أو قديمة هو فيروس نفسه أنت لازم إذا تأخذ الاحتياطات الاحتياطات هي صارت واضحة لجميع الناس أعقب على كلام سيادة اللواء أكو أمر ثاني أهمينه بعض من انصابه ما كونت أصلا أجسام ضادة فيعني أنت إذا صابيت مو حتكون رأسا تهمل التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمام ممكن تنصاب مرة ثانية ممكن بإصابتك أصلا ما كونت أجسام ضادة فمن الضروري جدا ممكن بالإصابة الأولى تكون أقل خطورة أو الإصابة الثانية تكون أشد خطورة نعم ممكن إذا ما كونت أجسام ضادة ممكن حتكون شديدة الخطورة نرجع نعقب على فات كلام هذا يعتمد على مناعة الإنسان يعتمد على اكتساب كمية الفيروس إذا كان مرتدي الكمامة وفترة طويلة يلامس هذا الشخص المصاب هيكتسب كمية كبيرة جدا من الفيروس هيعرضه إلى خطورة كل شخص لازم يكون مسؤول عن نفسه تجاه نفسه تجاه عائلته تجاه أقاربه أحباب ناسه دائما نكرر المحيطين بيب الدرجة الأساس ممكن هيكون هو سبب موت شخص كبير شخص مسن شخص عدة احتلالات مرضية فدائما يعني ذكرت قبل قليل بأن وزارة الصحة كانت ولا زالت تحث المواطن على الاتزام بالأمور الوقائية نعم سيادة اللواء يعني برأيك ربما الكل يتساءل هل حقق منتسب قواتنا الأمنية الحفاظ على مسافة جسدية كافية وهل يستطيعون ذلك يعني بعض الأوقات تكون عصيبة يطلب منهم الاقتراب مع بعض يعني إذا نتكلم بصراحة هو هذا المطلوب في الفترة الماضية يعني عدد كبير جدا من منتسبينه أصيب أصيب بالوضاء وإحنا من خلال التجارب السابقة اللي مرينا بها نحاول يعني نعدل أو نحاول يعني نضع التوصيات ونضع الأوامر ونضع خطط لعدم الوقوع مرة ثانية في هذا الخطر لكن هي مهمتهم صعبة يعني بالضبط أوقات بالمواجهة وخصوصا نمنى انتهي لحد هذه اللحظة من عصابات داعش يطلب منهم الاقتراف هذا بحد ذات التفكير بهم يعني أنه الله يكونوا بعونهم هو يعني الإنسان إذا يجعل التنفيذ هذه الإجراءات إجراءات السلامة والوقاية جزء من ثقافته حتى بالنسبة للقوات الأمنية يعني موضوع التعقيم وموضوع ارتداء الكمامة يعني ليس بالموضوع الصعب عليهم خاصة فقط في قضية الوجود التجمعات يعني ارتداء الكمامة أما لما يكون وحده في الواجب في غيرها ممكن يعني يعني يتساهل في هذا الموضوع لكن يعني حقيقة هذه الإجراءات البسيطة ممكن تجنبنا كثير من الأخطار أعتقد اللجنة الصحة والسلامة الوطنية راح تتخذ توصيات معينة وفق تقارير وزارة الصحة وبنفس الوقت راح يكون هناك مراقبة لمدى استجابة الجمهور مدى يعني التزام بهذه الإجراءات وهكذا راح تكون الإجراءات يعني تصاعدية مع تصاعد المرض أو يعني في نزول مع يعني سيطرة على هذا الوباء نعم طيب خليني أختم مع الدكتور منهل يعني الأرقام الآن التي علت عنها وزارة الصحة فهي في ارتفاع للأسف جدا يعني هل هذا يعني أنه في حال لا سامح الله عدم التزام المواطن بالإرشادات الكاملة نرجع إلى المربع الأول لا سامح الله سؤال جيد حقيقة يعني كرأيي شخصي سنرجع أسوأ من المربع الأول في المربع الأول كان هناك ممكن حضر كان هناك غلق في جميع المرفقات الاجتماعية والترفيهية نعم كان هناك نقول جزء من الالتزام لكن الآن جميعها مفتوحة ماكو أي التزام ممكن تكون أسوأ منها ربع الأول خلأ وضح حمين احنا في حقيقة وزارة الصحة نعم حققت قدرة عالية بالتشخيص والعلاج نعم اليوم شوفين انت نسبة الشفاء أكثر من 96% وصنة نسبة الوفيات 1% وهذا أمر جدا جيد نعم وأعداد الإصابات للأسف كانت في تراجع في ظل عدم التزام المواطن وفي ظل تهاونة واستخفافة واستهتارة وصنة نتائج غير جيدة للأسف اليوم انت شوفين وزارة الصحة مهيئة لمواجهة أي موجة اليوم عدنا أكثر من 10 ألاف تنفس طناعي بعدما كان أعدادة جدا قليلة اليوم أكثر من 80 مستشفى نعم وسريعة الانجاز وطقة التكلفة اليوم عدنا أكثر فعلا في ظل هذه الجائحة تم إنجاز الكثير إنجاز الكثير أكثر من 50 جهاز مفراز حلزوني نعم قادر بأنه تشخيص الفيروس هذا أمر جدا مهم اليوم عندش أكثر من 217 جهاز بي سي آر بعدما كان 16 اليوم عدنا الفحوصات أكثر من 50 ألف فحص بعدما كان ألف باليوم هاي كلها حتخلينا بأنه نكتشف الفيروس أسرع اليوم عدنا أكثر من إضافة 14 ألف سرير هذا أمر جدا جيد إضافة أكثر من 3500 سرير ذات عناية مركزة إحنا كوزارة صحة دورنا علاجي ووقائي نعم متمثل كوقاية هي المسح الوبائي وكعلاجي توفير جميع العلاجات وجميع الفيتامينات ووفرنا مستلزمات طبية ومستشفيات طيب بشكل سريع أنا رح أتجاوز على وقت المخرج لكن أسئلة مهمة جدا اللقاح بتحديدا وصوله جقدر سيعطي اطمئنان للمواطن بأخذ هذا اللقاح ونتيجة ارتفاع الإصابات اللقاح اللقاح سيوصل ان شاء الله نهاية شهر شباط سيكون فيزر مليون وخمسمائة وخمسمائة وعشرين ألف جرعة وهناك أسترازينيكا كما تعلمون نحن ضمن مرفق جوفاكس اللي متمثل بأكثر من مئة وستة واثمانين دولة ما يقارب ستكون عدد اللقاحات من الأسترازينيكا ضمن مرفق جوفاكس ما يقارب مليونيا وثمامية إلى ثلاث ملايين واربعمائة ألف حتكون أكيد نحن وسؤال مبكر بأنه على موضوع اللقاحات في الحقيقة بس كوزارة الصحة اتخذت عدة تدابير حتكون هناك منافع الصرف في المستشفىات التعليمية كوادرنا الصحية دربناها على كيفية أعطاه وحفظ اللقاح نعم أشجع كل مواطن على التطعيم لأن حيكون هناك أكيد نحن سلط الضوء على إعلاميا بالدرجة الأساس ونشجع المواطن إن شاء الله طيب سيادة اللواء يعني الوقت داهمنا لكن سؤال مهم من خلال إجابة الدكتور منهل أنه القوات الأمنية رح تستلم هذا اللقاح منه الفئات المهيئة أكثر يعني اهتمام بأنه أعطاها هذا اللقاح من القوات الأمنية نعم هو راح يكون هناك أولوية بالنسبة ل المديريات التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين دائماً يراجعوهم المواطنين بشكل مستمر يعني هؤلاء أكثر أهمية بالضبط من القوات الأمنية بالضبط يعني دائماً بالدرجة الأساس وبعدها الفئة العمرية ممكن تتحكم لا 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 معها علاقة فقط للأشخاص اللي يكون احتكاكهم مباشر مع المواطنين نعم إذن يعني أنا اتجاوزت على وقت البرنامج لكن لأهمية الأسئلة اللي إحنا نطرحها شكراً لسيادة اللواء خالد المحنة المتحدث باسم وزارة الداخلية نورتنا في برنامج وعيكم والدكتور منها الأروديني عضو الفريق الطبي في وزارة الصحة شكراً على حضورك في برنامج وعيكم شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً إذن مشاهدين الكرام وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من وقت المرنامج المصاب بالتالي هو اللي يتعرض لكثير من المحن خلال هذه الفترة الصعبة من جائحة كورونا نتمنى الصحة للجميع والسلامة وإن شاء الله الجميع يلتزم بالإرشادات الصحية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة